اشتركوا في القناة ما اسم السيارة فيعني بالعربية تخيل مع كيا وفي الحقيقة نعتقد ان هذا الاسم يعكس ثقة زائدة فالمظهر الخارجي لهذه السيارة الكهربائية الاختبارية يبدو غريبا جدا وقد لا يكون مألوفا لتتقبله العين بسهولة ما اثار اراء متضاربة حول تصميم السيارة ففي البداية لا يمكننا عزائنا متابعي عرب جي تي تحديد الفئة التي تنتمي اليها سيارة كيا الجديدة فهي تجمع بين تصميم سيارة سيدان مع هوية سيارة اس يوفي ولمسة من سيارات كروس اوفر وفي النهاية كانت النتيجة عبارة عن سيارة تدمج مواصفات جميع الفئات التي ذكرناها في تصميم جريء قد يعجب البعض ولكن قد لا يرضى عنه البعض الاخر وحملت واجهة السيارة هوية تصميمية جديدة ومختلفة عن كافة السيارات كيا الاختبارية والانتاجية السابقة حيث تميزت المقدمة بخطوط ممتدة من المصابيح الافقية اسفلها صادم عريض وعلاها نشاهد شعار كيا من المصابيح المضيئة وحصل الغطاء الامامي المنتفخ على خطوط حادة تمتد الى جوانب السيارة والتي تخلت عن المرايا الجانبية لتستبدل بها كاميرات تعرض ما تصوره للسائق أبر شاشات موجودة في الداخلية سنتحدث عنها بعد قليل أما من الجانب فاجأت السيارة مع أربعة أبواب تفتح باتجاهات متعاكسة وإطارات من قياس 22 إنش مع تصميم مستقبلي للغاية تحيط بها عجلات قدير فيما حصلت السيارة على سقف بانورامي منحني يتناسب مع تصميمها الجريء من الخلف أيضا وإلى مقصورة سيارة كيا الاختبارية الجديدة حيث يكتمل تصميم المستقبلي الجنوني في سيارة كيا الكهربائية الاختبارية مع مقصورة داخلية تحتوي على 21 شاشة عالية الدقة تم تثبيتها بشكل منحن على لوحة القيادة لتبدو وكأنها أوراق لعب وفيما يبدو تصميم المقود أنيقا في الحقيقة إلا أن الجنون يستمر مع تصميم المقاعد وحتى الآن لا تتوفر لدينا أي مواصفات ميكانيكية متعلقة بهذه السيارة الاختبارية ولكن بالطبع نعلم أنها تعتمد بالكامل على الكهرباء والآن شاركونا عزائنا متابعي عرب جي تي ما رأيكم في تصميم سيارة كيا الكهربائية الاختبارية الجديدة؟ أخبرونا برأيكم عبر خانة التعليقات المرفقة في الأسفل لا تنسى عزيز المشاهد أن تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالأسفل للإطلاع على آخر أخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر